أخ وسام السلام عليكم يا مبدع في دورة التحليل الموجي والبرايس اكشن صدقا كانت من أربع الدورات اللي أنا أخذتها على الإطلاق تعلمت فيها فعلا أني أكون أنا يعني معصمنا على السوق مش ضدهم كتير أخذت دورات وكتير دخلنا في صفقات اربحنا وخسرنا أضعف اللحنة اربحنا لكن في هذه الدورة تعلمت صدقا كيف أني أنا أدخل الدورة وأطلع منها ربحان بدون أي خسارة أنا بتشكرك جدا على كل معلومة أعطيتنا إياها بالصدق لأنه كانت عبارة عن نقلة نوعية عن جد نقلة نوعية دورة التحليل الموجي أنا كنت من متابعينك ولكن كنت يعني على حسب الدورات اللي أنا أخذتها سابقا مش متشجع كتير لحد ما لقيت حالي بدخل في خسارة ورا خسارة قلت لا خليني أنا أجرب جرأت فعلا أنه دخلت الدورة معك لكن صدقا صدقا للأمانة كلمة حق تقال أنا لا بعرفك ولا في أي علاقة بينه بينك غير أني أنا من متابعينك ويعني كنت معجب في التحليلات اللي أنت كنت بتنزلها والطريقة والأسلوب والعلم اللي عن جد هو علم بحث فكانت عن جد رائعة جداً جداً وكلمة رائعة قليلة جداً عليها فأنا بتشكرك جداً وبتشكرك على كل معلومة صادقة وأمينة كنت تعطينا إياها دورة التحليل الموجي اللي ما بفكري فوت فهو في خسارة صدقاً نصيحة نصيحة من أخ محب فوت في دورة التحليل الموجي وإنت مغمض لأنه راح تعود كل خسارتك بإذن الله يعطيك العافية أستاذ والسلام أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بلكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة على عملاء الفؤال الكذب سنقوم بتحليل عملة مانا كنا قد حللناها منذ مدة وما توقعنا وحدات الحمد لله وسنقوم بإعادة تحليلها لنرى ما الذي قد أميز سيناريوهات المحتمرة والممكنة لعاتي العملة هل سيكون هناك استمرار في الصعود هل هناك احتمالية نزول مالا يعني سنرى كيف سنحل عاتي العملة باستعمال علم المنطق في التداول لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية هذا هو رابطها اضغطوا عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة لا تكتبوا لهذا الاسم ولا الصورة إذا كتبت هذا الاسم والصورة اعتمدت على الصورة ستجد نفسك عندنا الصابين اضغط على هذا الرابط هو وحيد اضغط عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة لكي تتجنب النصابين بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذا القناة المجانية التي يشارك معك فيها أرباح المشاركين في دوراتنا تدريبي يوميا وليسنوات ولا بأس أن يشارك معك بعض الأرباح لهذا اليوم لاحظوه والأخ حسن يحقق 18395 دولار ربح ويقول الحمد لله إن شاء الله ثالث شقة أن تكون في جزيرة النخلة يعني لاحظو ناس تتغير حياتهم انطلاقا ممنوع نقدمه من علم تحليل موجو براسكشادي قوته قد يغير حياتك يكون تجدل في التعلم أخ حسن معي أتوقع لأكثر من سنتين ولاحظو قيمة الأرباح لاحظو كذلك الأخ حسين من الإخوة القدامة معي 687% في شيبة لاحظو لاحظو أرباح قوية إخواني أخواتي بيتكوين 148% ربح أخ حسين 188% ربح الأخ حسين لاحظو كذلك 310% شيبة يقول عينك على فقط مدرسة نمن تصيد بيك بوي من نقطة السفر لاحظو لاحظو قوة قوة ما نقدمه من من علم لاحظو كذلك هنا الأخ مصطفى أخ مصطفى يعني يحقيق تقريبا في سوق الفوريكس 3 تلاتة وتمانين دولار ربح كذلك هنا أخ سعود يحقيق 161% في عملات RBUSDT و 151% في عملات نير تراحظون إذن أرباح قوية نشاركها معكم كذلك هنا الأخ عمران يحقيق 123% من البيتكوين وسعود يحقيق 161% من RB 285% حسين من PAYPAY إذن كما تلاحظون كل هذه الأرباح بفضل هذه الأرض هذا أقوى عرض يمكنك الحصول عليه حاليا لماذا؟ لأنه عرض متكامل به جزئين جزء نظري وجزء تطبيقي جزء نظري هو الفيديوهات دورتين وليس فقط دورة واحدة 34 فيديو 25 ساعة من الأسرع لاحتراف أي سوق بهم تداولين هذه الفيديوهات تعطيك 30% مما تحتاج بقية 70% موجودة في قناة التحليلات اليومية إذن مفروض ومجبر أنك تشترك في قناة التحليلات اليومية لديك 3 أشهر اشتراك في هذا العرض إذا أردت احتراف التداول باستعمال علمي المنطقة إذن كل هذا فقط بـ 197 دولار كذلك تحصل على بونيس إضافة 3 أشهر في مجموعة النقاشات بأخيرات المتداولي يجاوبونك على أسئلاتك وتابعونا معك وشاركونا معك تحليلاتهم صفقاتهم هكذا تتعلم تطبيق وتحقق أربح في نفس الوقت إن كنت جدا في التعلم رابط الاشتراك في هذا العرض مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط وفي صندوق يلوص كذلك لهذا الفيديو والرابط تضغط عليه تتواصل مع مباشرة الخاص أنا الذي أجاوبوك وتبدأ حلتك نور 5 مرابحين وتبتعد عن 95 مرأة الخاسرين لا تنسوا كذلك تدابل الموقع بي برو ويف تريدر دوت كوم بي برو ويف تريدر دوت كوم في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قرأتها وكتب يمكنكم تحملها مثل دليل أساسي الشمع اليابن يمددين فقط اضغط العبدال المنزل نضع الملك الخاص وتصلك الكتب للملك الخاص تحذير التداول من خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة وذلك مغزى تعليمي وتثقيفي 100% لا نعطيه لنص إحمالية ولا استثمارية ولا توصيات إذا ضغطت على زر الشراء والبيع فأنت المسؤول المسؤولية تنتم عن قراراتك قناة العملية في الكادير ولا تتحمل أي مسؤولية كل ما نطلبه برك والطراقب تقارن تسايد وإذا أجبتك الطريقة يمكنك الإنضمام إلى عروضنا وإلى ضغراتنا عملة مانا ماذا لدينا اليوم في عملة مانا عملة مانا إذا تذكرتم عندما حللنا عملة مانا قلنا انتبهوا هذه العملة هناك احتمال أن يتم تقفيل هذه الموجة يعني كنا حللناها عملة وعيدة تحليلها من الأول لكن قلنا أنه ممكن يكون تقفيل هذه الموجة ولذلك هذا النزول لا يدل على أن مانا ستنزل إذا لم يصحح ويبقى التصحح في الطريقة الأخيرة لنزول لكسر القاع وبالتالي إذا بدأ يعود قد نبحث عن الصعود ربما لكسر هذه القمة ومع كسر هذه القمة ستلاحظون أن هذه الموجة قوية شوي فبالتالي حتى لو سعدت قد يعود تعود مانا ليعطينا هذا النموذج قبل الصعود إذا ذكرتم قلنا بعد كسر القمة سنأخذ خمسين بالمئة ونترك خمسين بالمئة عند منطقة الدخول إذا الآن الحمد لله السفقة تحقيق ربح قوي ربح ممتاز وإذا نظرنا إلى عملة مانا كانت لدينا هذه الموجة إذا موجة أولى تصحيح ثم موجة تانية هذه الموجة التانية كذلك فيها هذا التصحيح فيها هذا التصحيح إذا هي على شكل WXYXZ WXYXZ إذا بعد الز يأي منعي كسر الاتجاه لا تصحيح كبير إذا هذا الز كسر القمة لاحظوا هذا الز كسر القمة إذا دعيه يسعد شوي أتمنى أن يسعد شوي لحد الساعة هل هناك زيادة في زخمة آخر الموجتين هل نرى هذه الموجة هناك زيادة في الزخمة يعني أنه مشترين أقوية فبالتالي أولا عندي WXY والY كذلك فيها WXYXZ أوكي عندما تكتمل هذه الموجة الأخيرة عندما تكتمل بنيت هذه الموجة الأخيرة إما سنحصل على النزول لتقفيلياتي الموجة هكذا أو سنحصل على تصحيح المساوي لهذا هنا لصعود آخر هكذا حتى تكتمل أولا هذا الموجة WXYXZ وبعد ذلك يكون هناك النزول لذلك قررنا أخذ 50% الآن وترك 50% break even عند منطقة الدخول لأن منطقة الدخول كانت هنا في هذه المنطقة لماذا حاولنا الدخول في هذه المنطقة لأنه كانت هناك موجة دفعة تصحيح موجة دفعة زيادة في الزخم ثم تصحيح وبالتالي هنا أتيحت فرصة للبحث يعني الصعود تلاحظون إذا الآن إذا أردت البحث عن الصعود مرة أخرى سأقول لي مانا أوكي إما أعطيني أولا هذا التصحيح هنا يعني إسعدي قليلا ثم أعطيني هذا التصحيح هنا هذه أول فرصة للبحث يعني الصعود لكسر يعطي القمة فقط وبعد ذلك تحويل وقف الخسر إلى break even والهدف سيكون ربما نفسه لأتي الموجة يعني مستوى الصفر 82 سنة هذا السيناريو الأول السيناريو الثاني هو سأقول لما أعطيني تقفي لأتي الموجة لاحظوا مثل هذا الميت لاحظوا موجة دفعة ثم حركة قوية ثم أعطت تصحيح في الوسط ثم ساعدت قلنا سيكون هناك تقفي لأتي الموجة وبالفعل تم التقفير وبعدها ساعد السعر نفس الشي حركة قوية صعود تصحيح في الوسط صعود ثم ربما تصحيح آخر ثم صعود أو دون تصحيح آخر نزول تقفي لأتي الموجة ثم بعد ذلك نبحث عن الصعود نفس المبدأ هنا سيتطبق هنا أو سينطبق هنا على تايم فريم أكبر ربما هنا على فريم الساعة هذا على فريم أربعة ساعات تلاحظون وهذا ما يسمى بالفراكتلز النماذج تنعاد على كل فريم طيب إذا الآن دخولي أو خروجي يتعلق بالذي سيحدث هنا إذا بدأت أحصل على منية تصحيحية مساوية لهذا التصحيح سيكون هناك صعود آخر هكذا ثم بعد ذلك نزول مثل هذا هنا وسأبحث عن الصعود من هنا مرة أخرى إذا لذلك قررنا أن نأخذ خمسين بالمئة الآن من هذا الأرباح سيضع قوة تحليل موجة و برايس أكشن أرباح قوية يا إخواني أخواتي طيب ماذا لو أرادت مانا بعد أن كسرت هذه القمة تعودها كذا تعطينا التقفيل مباشرة وتكون هذه الموجة على شكل و هي بنية مكتملة كذلك لا مشكلة سنبحث عن الصعودي من هنا بعد أن تعطيني إشارات و استراتيجية الدخول يجب أن تكون لديك استراتيجية الدخول واضحة إذن كذلك لهذا السبب قررنا أخذ خمسين بالمئة هنا لأن هذه المنطقة منطقة منطقة خطيرة لأنه بعدها قد يعود يتم التقفيل في أي لحظة تلاحظون إذن لكي نلخص و نرى بنية مانا من يعني من صورة كبيرة هذه العملة نحن في منطقة لأنه هناك موجود دفعات وصحيح موجود دفعات زيادة في الزخم ثم نحن في تخفيض منطقة تخفيض ولاحظوا هذا الدوران الموجود في هذه العملة فقط يكتملوا هذا التخفيض للمرة الأخيرة قبل الصعود سيبدأون بالتلاعبات نحن في منطقة تلاعبات مانا هي في منطقة تلاعبات على الفريم الأكبر فبذلك لذلك يجب يجب الحضر نحتاج فقط أن نكمل بنيات هذه الموجة هل هل فعلا هل فعلا سيكون هذا فقط تقفيل رانين وينزل السعر أو ممكن يستمر ويطير نعم ممكن يستمر ويطير سنكون فيها إن شاء الله إذا كان هذا هو النموذج الحقيقي لاحظوا معي هذا هو النموذج الحقيقي وممكن يعطيك رانين هنا ويطير إذن هذه الفرصة إذا تم استغنالها قد تكون فرصة لكي يطير السعر لذلك هذه العملة العملة قد قد تنفجر في أي لحظة فقد تكتمل بنيات هذه الموجة عملة مانا أوكي إذن أنا بنسبة لي الآن كبنية أحتاج إلى أولا تقفيل لأتي الموجة بعد أن تكتمل هذه الموجة أحتاج إلى تقفيل وحينها سنبحث عن الصعود مع كسر القمة break even وأتركها طار وجاء إلى هذه المنطقة جميل جدا سعد وعاد لا مشكلة سأحاول مرة أخرى على المدى الطويل إذن هذه الفرصة سنأخذ 50% لنأترك 50% لربما طار هذه الفرصة الثانية إذا حصلت عليها لهو نموذج الرانين إذا حصلت عليه هذا سيكون على المدى الطويل إذا حصلت على هذا النموذج هنا هذا النموذج سأترك هذه الفرصة على المدى الطويل إلى أين إلى هذا المستوى هنا على الأقل خمسة دولار أوكي إذن وجب مراقبة هذه العملة عملة منا يجب مراقبتها أوكي إذا كان هذا هو تحليل لليوم لأتي العملة أتمنى أنكم تستفيدون من هذه الفيديوهات إن كنتم كذلك فجروا لايكات دعوا تعليقاتكم في الفيديو لا تنسوا إن أردتم احتراف التداول هذا وقفض العرض يمكنك الحصول عليه رابط